أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى صبيحي أنه لا نية لدى المؤسسة لتعديل قانونها أو إدخال أي تعديلات عليها وخلال لقاء إعلامي في محافظة الكرك بيّن أن عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي خلال هذا الشهر بلغ مليون ومئتين وثمانية وسبعين ألف مشترك يمثلون 73% من نسبة المشتغلين في المملكة والمتوسط العام لرواتب المؤمن عليهم يبلغ 518 دينار شهريا أما عدد المتقاعد الضمان فقد بلغ بحسب أصبيحي للآن 211 ألف متقاعد من بينهم 100 ألف متقاعد مبكرة فيما بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر شباط الماضي 81 مليون دينار